أهلا بيكو أصحابي الحلوين عملين إيه وحشتوني خالص ورجعين مع حكاية ميلا النملة المغامرة كان يا مكان كان فيه نملة صغيرة اسمها ميلا كانت بتعيش في مستعمرة النمل كانت سعيدة مع أسرتها وأصدقائها وكانت نشيطة وبتحب استكشاف العالم الخارجي وفي يوم من الأيام قررت ميلا إنها تخرج في رحلة لاستكشاف الغابة البعيدة وقالت لأسرتها وأصدقائها إنها هتذهب المغامرة جديدة وتستكشف أسرار الغابة البعيدة وبدأت ميلا الرحلة ومشيت بحذر في الغابة وكانت الأشجار ضخمة والحشرات كتير ورغم كده ما خافتش وفضلت ماشية وتستكشف المكان وهي ماشية قارفت النملة ميلا إن فيه مستعمرة نمل عندهم مشكلة إنهم ما عندهمش أكل ولا مية وكررت إنها تساعدهم وتجيب أكل ومية لأصدقائها وفضلت تدور ليهم على الأكل والمية وجمعت حبوب وكترات المية وبسرعة راحت على المستعمرة ووزعت على النمل الأكل والمية ورجعت ميلا للغابة بتاعتها عند أسرتها وأسرتها كانت سعيدة بيها وأصبحت ميلا بطلة المستعمرة وكلهم بيحبوها وبكده نتعلم من ميلا إن نملة صغنونة أهمية المساعدة ورعاية الآخرين وتوتا توتا خلصت الحدوتة استنوني في حكاية جديدة هتوحشوني يا أصحابي موسيقى